بسم الله الرحمن الرحيم. برحمة حضراتكو في السيشن التالتة من السيشنز الديسليبيديم. السيشن الفاتي تتكلمنا احنا كنا بدأنا الكاتيجوري بتاعت الهاي انتنسيتي ليبيد لوورنج سيرابيز. وقلنا ان الهاي انتنسيتي ليبيد لوورنج سيرابيز عبارة عن آآ عبارة عن اللي هو اللي هي المونوكلون الانتباضيز سواء كانت افولوكوماب او الاليريكوماب او اللي هو الانكليسيراب. اتكلمنا المرة اللي فاتت بتفاصيل مملة عن وحنبتدي النهاردة نكمل بقى الازيتامايب والبين بدوك اسد والبي سي اس كي ناين تارجيتنج سيرابيز. طيب تعالوا نبدأ كده بالازيتامايب. ازاي الازيتامايب بيشتغل يا جماعة? ازاي الازيتامايب بيقلل الكوليسترول? هو خلينا نتفق كده ان كل ميكانيزمي صوف اكشن بتاع اي ستتن او كل الدي اللورنج سيرابي هي حاجة واحدة بس. ان هو بيقلل الكوليسترول في الهيباتوسايت? بيبقى جوة الهيباتوسايت بيخلل الكوليسترول قليل. الكوليسترول جوة الهيباتوسايت لما يقل الهيباتوسايت بتتغلب على القصة دية انها تزود اكسبريشن اوف الل دي ال ريسيبتورز عشان خاطر تدخل planteقل مور كوليسترول او مور مثلا الستاتين قلل الكوليسترول في الهباتوسايت عن طريق انه عمل انهيبيشا للـ HMG Co-A-Redactase انظايم البمبدوك اسد حيقلل الكوليسترول جوه الهباتوسايت عن طريق انه هو بيانهيبت الـ A-C-A الانظايم وهكذا طيب الازيتامايب ازاي بيقلل الكوليسترول انصايد الهباتوسايت الاجابة عن طريق انه هو بيمنع الكوليسترول ابسوربشا فهو فعلا بيانهيبت الانتستاين الابتيك للدياتري والبيلاري كوليسترول من البراش بوردر بتاع الانتستان عن طريق انه هو بيانتراجت معه او بيمسك فيه حاجة اسمها نيمام بيك لايك بروتين البروتين هذا البروتين المسؤول عن الابتيكة في كوليسترول يجي الازيتامايب يبايند ايت هذا البروتين اللي بيدخل الكوليسترول جوه الهباتوسايت وبالتالي يانهبت الكوليسترول ايه ابسوربشا بس خلي بالك في ميزة مهمة جدا انه هو ما بيقصرش على ابسوربشا اف فات سولابون نيوترينتس ودي مهمة جدا 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 انه هو ما بيقصرش على امتصاص بقية الفات سولابون نيوترينتس المفيدة زي والحاجات التالي طيب لما يانهبت الكوليسترول ابسوربشا هيقلل قيمية الكوليسترول اللي موجودة في الليفر وبالتالي الليفر حيريكت انه هو يأب جريد ال ال دي ال ريسيبتورز وبالتالي يزود الكليرانس من الدم سهلة سهلة خالي طيب ال ايزيطامايب ده يستخدم ازمونو سيرابي يعني قرص واحد في اليوم 10 ميلي جرام بردي مالوش علاقة تاخده مورنينج او نايت مالوش علاقة بالضايت تاخده في اي وقت دايما اي دوح ستاتن او سوري اي بنبقى عاوزين نعرف عنه حاجتين ايه تأثيره على و ايه تأثيره على الكارديو فاسكولر سيستم فبالنسبة لل ايزيطامايب بالجرعة اللي هي الابروفد بيقلل ال ال دي ال 15% وبيقلل التوتال كوليسترول 13% بيقلل تريجلس رايدز 8% وبيزود ال اتش دي ال 3% وخلي بالكو ده لو استخدم كامونو سيرابي طب ايه رأيك لو عملنا كومبينيشن مع الستاتن فيه هناك سينرجيستيك افكت لل ايزيطامايب مع استاتن وما معنى كلمة سينرجيزم سينرجيزم يعني ايتش اه كل دراجبي بوتنشيات ايتش اذر فاذا كان ال ايزيطامايب ازامونه سيرابي بيقلل ال ال دي ال كوليسترول 15% فلو ايقادد مع الستاتن هيقلل ال ال دي ال كوليسترول 25% يبقى زود من قدرته 10% اضافي اه قرب ضعف القدرة بتاعته عشان كده يقولك ان لو انت الديت يعني سي مثلا البيشنت كان ماشي على روزوفاستاتن فقلل ال ال دي ال برقم معين قالك لو انت عاوز لسه انت ما وصلتش للتارجت ايهما افضل ان اكتضاب الجرعة الستاتن يعني تخليه ياخد روزوفاستاتن 40 ولا تقاد روزوفاستاتن ازيطامايب كومبينيشن 20 على 10 قالك لا انا انت لو حطيت الكمبينيشن روزوفا ازيطامايب 20 عشرة هيعمل مور 15% لل ال ال دي ال عن ان اكتضاب الجرعة الستاتن الروزوفا الاربعين بالنجرام تخيلوا ودي معلومة مهمة جدا عشان كده الكلام بتاع القديم اللي هو كان بيقولك ان انت توصل للمكسمل و بعد كده الكلام ده هيتغير في النيو جايدلاينز وحيبقى انك تستارت لما ليه من سينارجيستيك افكت اسبيشالي في ال very high والاكستريم والهاي كارديوفاسكولر ريسك بيشنس اوكي يبقى دي معلومة مهمة قوي ان فيه سينارجيستيك افكت ما بين الازيطامايب والستاتن طيب ايه تأثيره خلي بالكو ان ما فيه درج بيخش وياخد قوية وكويسة الا اذا كان بيقدم فهل الازيطامايب له في الحقيقة فيه تلاتة كده وفيه هي اللي خلت او الازيطامايب يدخل طيب عندنا فيه اتعمل والسيل دي تكنت على استخدام في عينين والشارب اتعمل اتجربه هذا في عين اللي عنده او عين وتو ترايال زدولة لقوا ان حصل في الكارديوفاسكولر في في السيمفاستاتين ازيطامايب ارم versus البلاسبو ارم وده يؤكد تأثير الازيطامايب سيمفاستاتين كومبينيشن versus السيمفاستاتين الون لواحده على 18000 فعيان كان عندهم اي سي اس رانضامايز ل ولقوا يا جماعة فعيان الاكيد كوروناسندروم يعني ده عيان لانه عنده فلقوا ان زيطامايب لليستاتين سيرابي قلل لل خمسة وعشرين في المية زي ما اتفقنا زي ما اتفقنا انه هو ايه اه اديشنال خمسطاشر يعني عمل اديشنال سوري خمسة وعشرين في المية فهو فعلا دي اثبتت هذا الكلام وقلل الريسك اف اثنين في المية عشان كده دخل في الجايدلاينز فالجايدلاينز تين ناو بتقول ان لو الجو نوت اتشيف ده على ماكسمام من الاستاتين ولو الاستاتين نوت تولوريت البشينت جاله مصل بين او 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 افتر اتشالنج هنا الاستامايب شوت بي كونسدر كلاس طو ايه يبقى لو انا نوت اتشيف انج لو انا في انتولرانس للاستاتين ان انا ايه امشي البشينت على ازي طمعين اوكي ادوز بتاعتنا زي ما اتفقنا هو موني سيرة بعشر مليجرام اا بيردي اا اما ناخده كده في او ايفنينج ويمنوش علاقة بالفود بس لازم نبقى بتاع الازي طمعين لان كتير من العينين اللي انا كنت بمشيهم على كان ييجب اوله لا دي ما لهاش علاقة بالدواء لكن هو بيعمل بعض كده فالمستو كومون ان هو ممكن يعمل هيدك ويعمل ويعمل سرسروت تخيل ان هو ممكن يجي ببون اكس وباك بين يعني مصل بين كله ممكن يعمل ديارية يجي بجوينت بين يخلي البيشانت فاتيج وعند ويكنس كده يقولك انا جهدي حاطط ومش قادر خالص طبعا من ان يؤدي الى هبات وخلي بالك وجماعة ان في الانجو اديمة انا شفتها تلات اربع مرات بس يعني مش يعني في صورة ارتكاريا مش درجة عنيفة ولا حاجة فلازم تبقى ان العيان اللي انت هتديله لو جالك اعرف ان العيان ده عنده من الازي تمايب وبالتالي خلي بالك من هزي النقطة طبعا لو في هايبر طبعا عارفين ان دي اصلا ما فيش اي سير بينفع لهم عادة حاجة واحدة بس مين شاطر عارف اللي هي حاجة لا تمتص اصلا من الجسم اللي هو لان دي اصلا ما تمتص دي بتمسك كده في والكوليسترول اللي في وتنزله في وبالتالي هي دي الحاجة الوحيدة لو لو واحدة بريجننت او بريست فيدنج ولازم تاخد لازم تاخد ممكن امشيها ايه امشيها عنه اللي هو بتاعته خلاته دخل لو انا ما حققتش التارجت على الماكسيم طريقة الوزوف ستاتن وكلاست في العينين اللي عندهم ستاتن طيب تعالوا بقى نخش فيه الدواء الجديد اللي هو اسمه والدواء ده رائع وعظيم واذا ما اتفقنا هو نزل السوق المصري باسم مية وتمانين ميلي جرام وحينزله زيتا كولست بلس حينزله كمان مع مية وتمانين على عشرة ده حينزل قريبا في السوق المصري ده لو يعني بقى فيه ادوية في السوق المصري طيب فاكرين احنا كنا قلنا ميكانزم او اكشن او بميدوك اسد مع الفلستاتل لو انتو حضراتكم فاكرين طبعا هو 180 ميلي جرام يستخدم عشان لو انتو فاكرين ده كان الانزيم اللي هو دون ستريم يعني قبل فهو بميدوك اسد لما ينهبت الانزيم وبالتالي حيينهبت القادمة فيقلل في الاخر الكوليسترول سينسس ازا جمع تمام فسهلا خالص ينهبت الانزيم وبالتالي حيقلل الكوليسترول اللي موجود في الهيباتوسايت الهيباتوسايت وبالتالي تزود من لكن خلي بالك البميدوك اسد بيعمل كمان حاجة الحتة دي مش ناس كتير عارفها ان هو بيستيميولات الام بي كاينيز انزيم هذا الام بي كاينيز ده حاجة كده بتعمل للسيجنالينج للجود سيجنالينج آآ 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 ترانسكريبشن بروسيسيز فتديني حاجة اسمها بليوتروبيك افكت البميدوك اسد فاكرين البليوتروبيك افكت بتاع الستاتن كمان البليوتروبيك اسد له بليوتروبيك افكت عن طريق ان هو بيستيميولات الام بي كاينيز اكتيفتي فيقلل الجلوكوز يعني يحسن الجلوكوز ميتابوليزم ويقلل الانسل ريزيستنس يقلل الويت الوزن بتاعك يقلل البلاب ريجر في الدم وانشاء الله هناخد في السيشن بتاع الريزيد والكاردو فاكرين هنعرف ان الانفليميشن اللي في الجسم ده من الريزيد والريسك اللي بتأكسلرات الاسر سكولوريز والكاردو فاكرين وكانوا استدلوا على هذا الكلام من اللي دوكو الكولك الترايلز اللي استخدمت اللي دوكوز كل شسير نصف ميلي جرام وانس ديلي في العينين دولت عشان تقلل واسبتت ان ليها فلو دو بيقلل الانفليميشن ده هيقدم طيب يبقى ده دي معلومة مهمة يبقى البيم بي دوكوز بيشتغل بطريقتين ينهبت الاسي الانزيم فيقلل الكوليسترول ويكلير الالدل من السيركوليشن لكنه كمان بيعمل اي ام بي كينيز اكتيفاشن فيديني شوية بليوتروبك افكتس يقلل الجولوكوز والليبز والانفليميشن والبلاب برجر ويقلل الوزن بليوتروبك افكتس طيب ليه بقى السؤال هنا المهم جدا هو ايه اللي بيميز البنبيدوك اسد عن الستاتين ان المفروض ان البنبيدوك اسد مالوش مصير ايه تأثير على العضلات الى حد كبير قوي لماذا هنا دي الميكانيزم وده سؤال مهم ما قوي قالك لان اصلا البنبيدوك اسد اذا برو دراج ده دواء وكلمة برو دراج يعني اين اكتيف دراج محتاج يحصل له اكتيفاشن هو فعلا هو برو دراج بيحصل له اكتيفاشن في الليفر في الكبد بانزيم اسمه اسايل كويسنسيز وهذا الانزيم مش موجود في المسل زي العضلات مش موجود في الاسكليتا المسل موجود فقط فين في الليفر وبالتالي الدواء ده يروح للاسكليتا المسل ما فيش الاسايل كويسنسيز انزيم اللي يعمله اكتيفاشن وبالتالي ما يشتغلش على المسل فما يعمليش صايد ايفكت يبقى لما نسأل السؤال ليه البنبيدوك اسد لا يؤثر على المسل ليه له لس مسل صايد ايفكت الاجابة لانه طيب تعالوا يلا نشوف ايه تأثيره على الليبيدز هل لك البنبيدوك اسد لوحدي ازامونو سيرابي بيقلل الالدل التلاتين في المية نحفظ بقى ما ننساش لو انتم فاكرين احنا اتفقنا الازي طميب ازامونو سيرابي كان بيقلل كام تعالوا نفتكر حتة دي سخيفة وانا جمعت لكم في تيبل في اخر الاسشنز كلها اهو كان بيقلل خمسة عشر في المية ازامونو سيرابي وخمسة وعشرين في المية كومبينيشن سيرابي مع لو جينا هنا نبص البنبيدوك اسد ازامونو سيرابي بيقلل تلاتين في المية ولو قادد مع الازي طميب حيقلل خمسين في المية يقلل خمسين في المية تمام ده الافيكاسي بتاعت طب ايه 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 يعني ده دواء جديد مش حاجة يعني حاجة حديثة لسه كمان حينزل في الريكممينديشن في الجديدة وياخد الريكممينديشن فهو خد ده اخر كلام في عشرين اربعة وعشرين انه هو يبقى ادون سيرابي الون ار ان كومبينيشن ويز ازيتامايب يبقى تحط البنبيدوك اسد لوحده او البنبيدوك اسد ازيتامايب مع المكس مالتولوريت لعيان اللي هو عنده او هيتيروزيجس فاميليا او ضيابيتيك لماذا؟ عشان العينين دولات اللي هما موصلوش التارجد تمام؟ يبقى عيان على ومحققش التارجد في البتاعه احط له ايه؟ او بنبيدوك اسد ازيتامايب على حسب انا عاوز اقلل طب تاني قال لك نتيجة زي ما اتفقنا لانه هو مالوش على الايه؟ مالوش على المسلز اوكي انا ممكن تمام؟ لانه مالوش مصل ايه؟ تمام؟ اوكي لانه مالوش ايه؟ مصل تمام؟ طيب كويس عوي ازاي بستخدم خلينا ازاي بستخدم ازاي بستخدم زيتامايب عشرة ملي جرام برضو بيتاخد مالوش علاقة بالفود طب ايه بقى الدرج مهم جدا اي دوة جديدة بيطلع لازم نبقى عارفين يا جماعة السايد ايفكتز بتاعته فايه السايد ايفكتز بتاعت البنبيدوك اسد؟ في حاجات مرعبة كسايد ايفكت البنبيدوك اسد فانت عندك مسلا ان فيه درج درج فيه نوعين اتنين من سوري فيه نوعين اسد لو بياخده وهما السينفاستاتين والبرافاستاتين لو العام مش على سينفاستاتين او برافاستاتين ماينفعش تديله معابن بدوك اسد لان ده بيزود الريسك اوف مصر ريليتد صايد ايفكت والعام يجيله سيفير ايه مايالجيا وممكن يوصل ليه رابدومايوليسز فدي اول معلومة يبقى لو العام بياخد سينفا او برافاستاتين ماينفعش تديله بدوك اسد معاه دي معلومة مهمة او تاني صايد ايفكت مهم جدا لهذا الدواء انه هو بيعمل هايبر يوريسيميا اند جود بيعلي اليوريك اسد اتنين في المية وبيزود انسدنس اوف جود واحد في المية وكمان بيعمل يوتي ايورينا تراكت انفكشن والميكانزم بتاع القصة دي انه هو بيكمبيت مع الرينال ترانسبورترز اوف يوريك اسد يعني هو بيخلي الرينال ترانسبورترز اللي بتوقع يوريك اسد في البول بيانترفير معها فيقل الكليرانس فيزود الليفل بتاعه عشان كده لو عين انت مشيه على بيمبيدوك اسد وبدأ يشتكي من مانيفستيشنز سيميلار تو رزيمبلز جود شك ان فعلا اليوريك اسد بتاعه يبقى عالي وريبيتد لي فولو اوب اليوريك اسد ليفلز بتاعه تمام ده مهم او طيب من بقى من الاثار الجانبية الخطيرة جدا للبيمبيدوك اسد هو التندون ربشر جماعة ان هو ممكن يؤدي الى تندون ربشر هي اه حاجة رير نصف المئة من الحالات ولازم او العينين الاقصر عرضة لحدوث ان يحصل له تندون ربشر انت متخالي يعني زي عالم علون مثلا يجي له اكيليس تندون ربشر او كده تخيل قالك ان العينين اللي تخاف عليهم ان يجي لهم هذا ده طبعا العين حيشلوحك لو ادته دواه وفرقه له تندون من عضلاته يعني قالك لو العين عنده من الات يخاف وانت بتديه من بدوك اسد لانه اقصر عرضة ليه التندون ربشر زي ما اتفقنا لو هو بيستخدم ستتن اسبيشالي السينفا والبرافاستتن لو بيستخدم استيرويد لان احنا عارفين الستيرويد دي انتي كولاجين بتقلل الكولاجين وبتزود انسدنس والمصر ربشر الميلز اخطر من الفيميلز الالد ايج فوق ستين سنة لو ضيابيتك او اصلا هو لو عنده روماتويل ارسرايتس لو فيه رينال فيليار او جاله قبل كده اصابات في التندونز زي لعبته الكرة وعنده روبيت التندونز فاصلا الاوطار بتاعته ويق ضعيفة شوية كل التندونز يا جماعة ممكن يحصل لها تندون انجري سواء كانت شولدر او الباك او الارم او الانكل الاكيلس تندون وهكذا طيب ازاي نتعامل مع موضوع التندون ربشر قالك يا سيد الفاضل لو العام بدأ يشتك يعني التندون لسه ما فرقعش لكنه ملتهم قالك ايه ان هو ياخد كومبيليترست طبعا لو وصلت لدرجة التندون ربشر هنا هتوقفه تماما وتبتدي بقى تفكر في دواتاني ويروح بقى لدكتور العظام يعلمه طب هل فيه اه فيه ازر اهمها على الاطلاق هو ده مهم قوي الاستادي بتاع البنبيدوك اسد لقوا ان بيزيد واحد وسبعة من عشرة في المية في العيانين اللي بياخدوا البنبيدوك اسد مع ففيه واحد وسبعة من عشرة دي معلومة مهم يبقى البنبيدوك اسد ممكن يزود فرص حدوث الاترار ازا ما اتفقنا يعمل يزود يجي لك طبعا مصل بين وابدومينال بين خلي بالكو بيعمل حاجة على البروستط يا جمعان هو بيعمل فالعيان يزود وفيه كلام على بروستف تانسر كمان بنسب قليل بيزود يوريا والكرياتينم بنسب بسيطة ولو هيمتولوجيك افكت زي ان هو يزود الانيميا والليكوبينيا والسرومبوسايتو بينيا خطر يعني برضو يا اخي سبحان الله طب مفيش ابسلوت كونترا انديكيشن ليه لكن خلي بالك لو حتديه زي ما قلنا بنبيدوك اسد ازيطاميب لو لعن عنده من الازيطاميب لا تعطي هذا طب ايه بقى اللي خلت بنبيدوك اسد ده ياخد اتعامل عليه حاجة تزود ففعلا اتعامل على بنبيدوك اسد مجموعة من الترايل اسمها اسمها والكلير دي فيها منها حاجات اتجربت على عيانين كتير ففيه عندنا وعندنا اتعامل على كل حاجة على العيانين على العيانين اللي هما وبناخده يعني عيان ضيابيتك عيان 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 وزي ما اتفعلنا في عيان عنده او فتجرب على كل من العيانين اللي محتاجين ياخده اللي هي كان حوالي اربعتاشر الف عيان خده بنبيدوك اسد مية وطنين ملجرام بيرسس بلاسيبو وكانت اللي انا عاوز اشوفها ايه تأثيره على والنمفيتل والنمفيتل داكشن في الميس خلي باليكم الاسيطام ايه بعمل اتنين في المية بس اه امبروفمنت في الاوتكام اما بنبيدوك اسد بيعمل تلاتتاشر في المية في الميس في صورة انه قلل يعني يقلل انك تعمل عن قسطرة وهي كده كده القسطرة قلة فايه فاحنا مش نقصين يا اه طيب البنبيدوك اسد قلنا قال لك ان هو جنرالي والتولاريتد الديسكنتونيوش الريتي بقى هو والتولاريتد مالوش انتولرانس والديسكنتونيوش الريتي بتاعه كان حوالي عشرة في المية لا قلنا ان في هاير انسيط دي اللي كان دكتور عماد بيسأل عليها هو البنبيدوك اسد اللي بيعمل كله هو معدل ان يزود فرص حدوث الكل حصوات المرارة عالي شوية زي ما اتفقنا بيعمل في الكريات واليوريك اسد والليفر انزايم زي عمل حاجة حلوة اول اللي هو 22% في وتلاتة من مية في المية في الهموغلوب والاتنين الاخرى دول بيأكدوا بتاعته اللي احنا قلنا انها بتحصل بسبب بسبب تمام يبقى ده كلام مهم او دي الريزلس بتاعت اللي خلت الدواء ده دواء ساحر خد وان شاء الله هياخد القادمة بتاعت الديسليبيدين ازا الخلاصة ان البيدوك اسد ده ده بيعمل كمان بيعمل وهو وهو ومالوش واتفقنا ان البيدوك اسد الون او يعتبر افكتف الالترنت لل ايه اللي جايد لاين اه في مين يا اما عيان محققش التارجة الدي ال بتاعه على ماكسوم تولوريت دوز وفي استاتين او عيان عنده استاتين ايه انتولرانس تمام كده طب ايه ايه وضع العيان ياخد ولا ما ياخد شي قال لك والله لو اللي هو المايل المودرة اللي هو جي افو اربطه اكتر من تلاتين ده ياخد عادي وما فيش اي دوز لكن لو عيان جي افو اربطه اقل من تلاتين او عيان هنا قلل الجرعة بتاع الزيتام بتاع سور البن بدوك طب عيان دايما اللي هو الميد والمودرة ياخد عادي خالص اللي هو ده اتفقنا تماما انه هو ياخد البن بدوك البيدياتريكس برضو في البيدياتريك بيشنس والالدرلي قال لك ياخدوا عادي زي بس خلي بالك في الالدرلي ان فرص حدوث الايه التند الربشر اعلى ممكن يعملهم وهم اصلا عندهم في يزود فرص ايه او يخليه اخطر شوية تمام طيب يبقى ده يا جماعة كده احنا عرفنا بتفاصيله عرفنا بتفاصيله ان شاء الله القادمة هنتكلم عن عنوان مهم او جميل جدا 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 اللي هو وده يشمل ويشمل سواء كان او اللي هو اشهرهم الانكليسيران دول هنقولهم السيشن القادم لو في اي اسئلة ياريت نكتب في الكومنت كده ونتدسكس على جروب التليجرام ونشوفكم على خير بازن الله اشهرهم اشهرهم شكرا